تواصل القوافل العلاجية تقديم خدماتها الطبية للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين معيشة الأثر الأكثر احتياجة وقد انتلقت قافلة طبية اليوم بقرية الفرن في مدينة أسوان لتقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الأشعة والتحليل اللازمة بالمجان بالإضافة إلى تحويل الحالات إلى المستشفيات في حالة ما إذا استدعت حالتهم ذلك قافلة معانا بتضم 8 تخصصات طبية مختلفة معانا صيدلية فيها أكثر من 130 صنف معانا 2 معمل معامل التفايلية ومعمل الدم معانا خدمة الأشعة العادية وخدمة الأشعة التلفزيونية بنتوجه زي ما قلت حضركم للقافلة بيتوجه المواطن للحصول على الخدمة الطبية في التخصص المطلوب بيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه الدكتور الأخصائي أو الاستشاري في كل تخصص لو محتاج تحليل محتاج أشعة محتاج علاج دوائي بيتم صرفه بالمجان في القافلة الكشف العلاق بالمجان في القافلة لو كان يحتاج رعاية سنوية محتاج أشعة مقطعية محتاج تدخل قراحي محتاج رعين مغناطيسي محتاج بنزار بنحاوله أرى بمستشفى تبع المدير الشرون الصحية بمحافظة أسوان كل التخصصات جميع التخصصات والناس تكشف مجاني والحمد لله يعني وتمام التمام والله يعني مقابل بنشكر سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنشكر الدكاترة والعلاج مجان وجيت النهاردة برضا عشان أكشف يعني والحمد لله يعني أحسن وأحسن قافلة التبية دي الخدمة فيها ممتازة ومجاني وبتقدم أفضل خدمات للمواطنين هنا في أسوان ترجمة نانسي قنقر